مرحبا بكم في صفحتها الأولى تنشر جريدة رسالة الأمة خبر إعفاء رئيس كتبة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتتوان من مهمها بدعوى عدم تأمينه للجلسة بالمحكمة تضف الصحيفة هذا القرار خلف حالة من الغضب والاستنكار والاحتقان بين موظفي المحاكم بتتوان حيث علمت الصحيفة من مصادر موثوقة أن كتب الضبط المنتمين إلى النقبة الديمقراطية للعدل انتفضوا ضد هذا القرار ونظموا وقفة احتجاجية صباح أمس الثلاثاء ببهوي محكمة الاستئناف بتتوان وفي يومية الأحداث المغربية نطلع مقالا حول موضوع المساءلة الشهرية نقرأ فيها بعد أسبوع على جلسة المساءلة الشهرية عادت أحزاب المعارضة لتواصل ضغطها على رئيس مجلس النواب من أجل عودة رئيس الحكومة للإجابة عن تسولة فرق المعارضة في النقطة المتبقية من محاور الجلسة والمتعلقة بملف الحوار الاجتماعية وحسب الصحيفة دائما أحزاب المعارضة وبعد أن عقد قادتها اجتماعا أول أمس الاثنين تله اجتماع للفرق النيابي أمس الثلاثاء بحضور الأمناء العمين دعت إلى استئناف الجلسة الشهرية ويحاول صاحب هذا المقال الصدير بنفس الصحيفة الإجابة على السؤال التالي لماذا يشارك المغرب فيما يقع في اليمن ويكتبه اليوم العالم العربي كله يستوعب أهمية اللحظة وضرورة يساهم المغرب في المعركة ضد الهيمنة الفارسية على المنطقة العالم كلها يستوعب الرهانة وقد رأينا رئيس فرنسا يجتمع بقادة مجلس التعاون الخليجي بالأمس في الرياضة والعالم كله يعرف أن الولايات المتحدة التي فتحت المجال أمام مقاربة من نوع آخر للشأن الإيراني تلعب لعبة مصالحها الدائمة وأن دول المنطقة يجب أن تجد البديل ويجب أن توصل إلى أمريكا أنها هي الأخرى ستدافع عن مصالحها وبكل قوة وحسب صحيفة الشرق الوسط حذر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من الأطماع الخارجية التي تتعرض لها المنطقة العربية وجاء تحذير الملك سلمان خلال افتتاح القمة الخليجية في الرياض أمس بحضور قادة دول الخليج والرئيس الفرنسي فرنسو أولند الذي يعد أول رئيس دولة غربية يحضر القمة منذ قيم مجلس التعاول لدول الخليج العربية عام 1981 يتابع الكاتب حذر خدم الحرمين الشريفين من أن السعي نحو تطوير وامتلاك أسلحة الدمار الشامل بما فيها سلاح نووي يمثل تهديدنا بلغ الخطورة ليس على السلم والأمن في المنطقة فحسب بل على السلم والأمن الدوليين بدوره يكد الرئيس الفرنسي وأن التهديدة التي تواجه الخليجة تواجه فرنسا أيضا إلى الملف السوري المعارضة تستعد لمعركة القلمون الفاصلة توعنون صحيفة العربية الجديد مقالها صاحب المقال يوكد أن جميع المشيرات تدل على أن معركة القلمون أتية لمحالة لذلك تستعد لها فصائل المعارضة السورية لوجستيا وإعلاميا ونظرا لتطورة الأخيرة في مختلف جبهة القتال السورية وتضع دعي قوة النظام فإن معركة القلمون ستكون مغيرة لمعركة يبرود وفيها ستعتمد المعارضة على الكر والفر واستنزف قوة النظام وحزب الله ذكرت صحيفة الخبر أن منظمة شرطة الدولية أنتخبول سلمت الجزائر قائمة بأسماء 1500 مقاتل في التنظيم الإرهابي داعش ينتمون إلى جنسية مختلفة وحذرة منظمة من محاولات دخولهم إلى الجزائر بجوازة سفر مزورة حيث ستسمح هذه القائمة بسهولة التعرف عليهم بالمراكز الحدودية والسماحي باعتقالهم مصدر أمني أفد للصحيفة بأن الجزائر تحصلت على معلومة دقيقة عن هوية هؤلاء المتطرفين والمقاتلين من 33 دولة تخص جميع أولئك الذين التحقوا بداعش في سوريا والعراق مضيفا أن المتطرفين حاملون لجوازة سفر وعملية إلغائها صعبة جدا تقول البلاد إن الاتحاد الأوروبي صنف الجزائر في الرتبة الأولى عربيا ومغاربيا والسابعة عالميا فيما يتعلق بعدد طلبات الحصول على تأشيرة شنغن خلال سنة 2014 بتقديم يزيد من 445 ألف طلب ولكن وفي نفس الوقت صنفها الأولى عالميا من حيث رفض هذه الطلبات إلى هذا المقال الصدير بصحيفة ليبيا المستقبل حول رفع الحكومة الموريتانية من حالة التأهب الأمنية على حدودها الشرقية مع جمهورية مالي بفعل التوتر المتصاعد في المنطقة منذ أسبوعين جاء أيضا في المقالة كثفت الحكومة الموريتانية من دوريتها العسكرية وشكلت القوات المسلحة الموريتانية غرف عملية تتابع الأخبار الوردة من مالي بحذر شديد بعد سقوط مدن جديدة بيد القوات التابعة للمسلحين الطوارق ديبلوماسيا أكد الرئيس الموريتاني من خلال لقائنا جمعه الثلاثاء مع مبعوث خاص من الرئيس المالي أن موريتانيا ستستمر في دعم مالي حتى تتوصل إلى سلام دائم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر